وإلى بورصة عمان حيث حققت أولى جلسات التداول لهذا الأسبوع مؤشرات إيجابية وبدأت تستعيد عافيتها بعد أن شهدت تراجعا خلال الأسبوع الماضي متأثرة بنتائج اجتماعات الهيئات العامة فقد أغلق المؤشر العام لأسعار الأسهم في البورصة بنهاية جلسة اليوم على ارتفاع عند مستويات 2167 نقطة بارتفاع نسبته 19% بدعم من كافة القطاعات حيث ارتفع بنسبة 23% للقطاع المالي وبنسبة 21% للخدمات في حين ارتفع بنسبة طفيفة للصناعة وارتفع حجم التداول الإجمالي إلى 10 مليون و200 ألف دينار بسبب صفقة تمت على أسهم بنك المال بقيمة 497 ألفا وأربعمائة دينار فيما بلغ عدد الأسهم المتداولة 10 مليون سهم نفذت من خلال 4068 عقدا وقطاعيا أعلى مساهمة في حجم التداول جاءت للقطاع المالي بنسبة 63.92% وثانيا الصناعة بنسبة 20.82% والخدمات أخيرا بنسبة 15.26% أما شركات الأكثر ارتفاعا في أسعار أسهمها فهي الموارد الصناعية الأردنية بنسبة 66.67% البنك الاستثماري بنسبة 55.52% أما الأكثر انخفاضا فهي العربية لصناعة الألمنيوم أرال بنسبة 47.45% والزرقاء للتعليم والاستثمار بنسبة 94.98% ترجمة نانسي قنقر